بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين اليوم جيب إجابت لكم أحلى مقلوبة عملتها لذيذة وخفيفة كان عندي هذه العزومة تذكرون اللي عمل فيها أكبر صحن محشي كلهم طلبوا طريقتها هذه مرة ثانية عملناها طلبوها مني بس كفرنا الحشوة هنا الرزي جنن مخلوط بالنكهات وبالبهارات وصراحة حتى هم لضيوف ما كانوا عارفين إيش مكوناتها يأكلون يطع لهم شي قرمش ما يعرفون إيش هو هاللي قرمش ما كانوا عارفين إن فيها جوز عين جمل وفيها حمص وفيها بطاطس وفيها المكون السحري الحين حتشوفون إيش هو المكون السحري ريحتها مرة مرة حلوة يعني بخرت البيت الريحة وخفيفة وسهلة وسريعة وشايفين كيف شكلها مرة مرة بصراحة لذيذة أنصحكم فيها أمانة ما شفت أحد عملها قبلي لا في اليوتيوب ولا في الإنستجرام وفيها نوعين زبيب غامج وزبيب فاتح يعني فيها ما شاء الله ملقمة بالأشياء الطيبة وهذه هي البطاطس دايبة اللحمة محمرة ودايبة أخيال لكل المناسبات للفطور للسحور للعزايم ولا أسهل مكوناتها الرز نقعناه مدة لحمة تكون قطع كبيرة مع عظم بصل مقطع طويل وبصل مقطع صغير بطاطس المكون السحري هو الكوسة بس عملناه بطريقة ما يبان إن فيها كوسة عشان حبايبنا اللي ما يحبون الخضار أكلوا مغصبا عنهم جوز مقطع عين الجمل الفيفلة حمرة وخضرة حمص مسلوق بهارات صحيحة وبهارات ناعمة وبصل محمر أول شيء نقطع الجوز عين الجمل ما نقطعوا مرة صغير نقطعوا شوية كذا كبير عشان يقرمش بعدين نقطع البطاطس زي كذا طرفين أول نشيلهم بعدين في النص زي كذا بعدين كل نص نقطعوا شرائح شوية سميكة مو مرة ضعيفة زي كذا شايفين لبهارات زعفران هيل ناعم كمون كزبرة كاري كركم فلفل أسود ليمون أسود إيش بعد يا مونة بعدين أتذكر ونقول لكم زعفران وبابريكا نحط اللحمة هذه اللبهارات نخلطهم مع بعض شايفين قلتها لكم اللحمة نسلقها نشيل أول شيء زفر وبعدين شايفين نبهارات أو شيء نخلطها بس صغلي اللحمة شيلنا الزفرة شايفين ما رقع صارت صافية نحط لها ورق غار ليمون أسود قرومفل قرفة هيل نحط لها بعدين نحبتين فلفل أخضر وفلفل أحمر نغطيها لما تسوي تمام لازم تسوي الكوسة نقطعها بعيث أعلى أكبر شوية من عودر كبريت ونقلبها لما تحمر شايفين زي الشابس الصير خليها لازم تحمر تعطينا الضعم نشيل الكوسة نقل البطاطس لما يحمر تمام بعد حتى البطاطس يكون أحمر ترا هو أحمر من كده بس الإضاءة نحط شوية زيت نقلب البصل الناعم وبعدين نحط فوقه البصل الطويل ليش نوعين بصل ما عرف الطبخة كده نقلبهم يذبلون تمام تمام نحط لهم الحين حمص مسلوق نحط لهم نص البهارات ثلاث أرباع البهارات أو ثلاثين البهارات اللي خلطناها الزعفران والكركم والكاري والكم والهيل والليمون الأسود نحط الجوزة الحين عين الجمال نقلبه نحط زبيب صغير كورانت أسود وزبيب أشكر مغسولين إذا ما عندكم زبيب أسود وصغير ممكن تحطون زرشك الآن في زرش غامج أهم شي شايفين كثرت القرفة والهيل الناعم والليمون الأسود نبغى لونها صير غامج لما تشربوا البهارات نحط الكوسة نحط البطاطس ونقلبهم يتشربون كل هالخلطة البهارات عشان كده كترنا بهارات من الأول لأنه تحتاج البطاطس والكوسة تحتاج بهارات ولا تصير ماسخة لا تنسونا الملح اللي يعافيكم حطوا ملح حطيتوا أنا بس صورة الملح راحت عشان أحاول أختصر كل يقولون اللي في الفيديو طويل طويل إيش أسوي أختصر بس اللي تابعني يعني حيعرف شايفين نقلب شوية نبغى البطاطس والكوسة تتشرب من الخيرات زيتها شوية قرفة مثل ما قلتكم هي بغالها قرفة وهيل وليمون أسود أكثر شي نحط الحين البصل المحمر رح يعطينا لون بعدين فيها ورح يعطينا طعم مرة حلو صارت عندي الخلطة جاهزة أحلى خلطة الريحة الجيران شموها حطينا لها الحين حبتين فلفل أخبر وفلفل أحمر شايفين الفلفل الأخبر والأحمر الحين في كل طبخ يحطونها لأنه صار متوفر في الأسواق بكميات اللحمة سلقناها شلناها نرش عليها باقي البهارات اللي خلطناهم مع بعض من الجهتين طبعا ترى قطع اللحمة شوي كبيرة بس كشت مع الطبخ الحين في نفس الزيت الساخن نقلي اللحم بس ما نقلي يعني دقيقة من هنا ودقيقة من هنا ما يبغى لقال كثير هو مسوي بس نبغى يعطي كده بعدين طعم حلو يعطي شي حلو شايفين ما نقلبه لما يحمر وصير أسود ويابس لا شايفين تقليبة واحدة الحين الرز نحطه في قدر بعد من شلها من موية الساق من موية النقاء نحط له مرقة اللحم اللي غطي ونضبط الملح بس يغلي تمام شايفين بعد ما يغلي ما نكثر الموية نغطي ونخلي يشرب كل الموية بس شرب الموية لسه ما سوى تمام ثلاث اربع سوى نشيل نصف على جنب عشان نحط الحين ثلثين الخلطة والله والله انصحكم فيها الحين ما نرش زعفران على الواج لانو الخلطة فيها زعفران هو زعفران رح يلون الرز اللي لاسق فيه حيصير كأنو حطي رشينا فوق زعفران بصراحة يعني رائعة فوق رائعة طبخة لذيذة ريحتها تجنن طعمها يجنن ما تشبعون منها والحلو ممكن تعملونها بالدجاج نفس الطريقة ينسلق ويتحمر ونحط على البهارات ويتحمر نحط الآن باقي الرز اللي شلنا على الوجه نحط اللحمة لمحمرة شايفين لما تكون محمرة مع البهارات غير طعم وريحة غير لما تكون بسمة سلوقة ونحط نحط فوق ربع الخلطة أو ثلث الخلطة اللي احتفظنا فيها عشان تشرب البخار والبهارات شايفين ما نرشو لا نرشو يعني زيت لأن سلقنا ما يتلحم فيها دهن نغطي لما يتفلفل ويسبك يعني أو الله عملت ثلاث مرات طلبوا مني عملت أول مرة هذا الحمام وراي أنا قاعدة في بيتنا في الحديقة أسجل والحمام وراي صوته لما نتأكد أنه خلاص سوت فلفل نغرفه يما نحط الحشوة من فوسط أو نحط الحشوة من فوق على كيفكم لا تنسون اللايك والشار والسبسكرايب كل يوم تعالوا حطوا لي لايكات والله عشان ينتشر الفيديوهات حقتي مرة اليوتيوب ما ينشرهم الله معاكم كل يوم تعالوا إن شاء الله سناكم في رمضان هعملكم طبخات حلوة تعجبكم شوفوا رجل شرون جميل وحلو